إذا كان بدك تجذب الرجل وتقربيه لإلك وتكون الفتاة الجميلة والجزابة بالنسبة لإله تتابع هيدا الفيديو للنهاية قبل ما نبدأ ما تنسوا متابعة وفعل الجرس لحطي يوصلكون كل جديد أوكي رح بلش من الأقال أهمية إلى الأكتر أهمية فما تفوت ولا نقطة أول نقطة والأهمية اللي هي الإبتسامة الرجل بحب المرأة المبتسمة البشوشة الإيجابية مش يعني أنه تضحك بسبب و بدون سبب لا قصدي أنا أن تكوني مبتسمة بشوشة بحس بالتفاقل بوجهك بحس بالحياة والرقي طبعا هاي دراساتنا عملت على عدد كبير من الرجال وقصبتت أنه الرجل بينجذب للمرأة المبتسمة يلي عندها إبتسامة وحضور سعيد وملفت وجذب فأنت لما تكوني عم تبتسمة بتكوني عم تجذبي أكتر بتكوني عم تكوني ودودة بالنسبة لأقلو أكتر ما فيك تتجاهلي أبدا هاي دي النقطة أهمية هالمعلومة على قد بساطة قد بسيطة بس هي كتير مهمة وكتير نساء وكتير نساء فشلت بجذب الرجل لأنه ما عرفت تبتسم له لأنه ما عرفت تبين اهتمامة لأقلو فالإبتسامة بتبين اهتمامك لأقلو بتخليه يتشجع أنه يتقرب منك أما العلامة الثانية هي طلب المساعدة من الرجل شو يعني طلب المساعدة؟ يعني تطلب منه مساعدة بأمر أنت ما فيك تعملي تطلب منه مساعدة ممكن تكون مدية إذا كان هيدا الشخص قريب منك تطلب منه مساعدة بالعمل إذا هو زميل بعملك تطلب منه مساعدة بموضوع عائلة تستشيريه بموضوع تاخدي رأيه بموضوع هيك بتحسي أنه أنت مهتم فيه أنه رأيه مهم بالنسبة لإلك وهيدا الشي بيفعل طاقة الذكورة منعرف أننا طاقة الذكورة هي طاقة حماية طاقة مساعدة طاقة نخوة وهيدا الشي كله بيعزز صورة الرجل تجاه نفسه وبيخليه حاسس شعور جيد تجاه نفسه وبالتالي شعور جيد تجاهك أنت فاستغلي هيدا النقطة منيح وبزكى وبالوقت المناسب طبعا وهون بدي نوه لنقطة كتير مهمة أنه هيدا الموضوع ما فيك تعمليه ببداية العلاقة أتليست بدي يكون قاطع على العلاقة ثلاثة شهر مثلا مدة ثلاثة شهر يعني مش بالبداية تطلبي هيدا الشي لأنه ممكن رجال يفهم على أنه استغلال لأله في بعض النساء ما تعودت على الطلب لأنه ممكن تعودوا بيبات أهلا أنه ما يطلبوا أنه الطلب عيب أنه الطلب ما بيسوأ أنه الطلب بيقلل من قيمة الأنف فبينما هيدا الشي على العكس تمام كلما أنت تطلبه أكتر أكيد بيقعتي دال وبزكا كلما تزيد قيمتيك المعنوية كأنصة لأنه الرجل بهمه يلي بيعطيه مش يلي بيستقبله يعني هو بيتعلق بالمرأة على حسب يلي بتطلبه منه مش على حسب يلي بتعطيه لأنه طاقة الرجل هي طاقة عطاء وأغلب النساء يلي فازت بقلب الرجل هي يلي عرفت كيف تطلب من الرجل وتستقبل منه تستقبل العطاء، تستقبل هدايا، تستقبل كلام الجميل إلى آخره ما تنسوا متابعة وفعل الجرس لحطي يوصلكون كل جديد النقطة الثالثة التواصل البصري مع الرجل التواصل البصري بالعيون، بالحركات ما فينا نتجاهل أهمية التواصل البصري مع الرجل هيدا الشي يلي بيخليك محفورة بذاكرته هيدا الشي يلي بيخليك يتوصل لقلبه، لمشاعره يلي بيخليه يفكر فيك لغة العيون هي من أهم اللغات كيف تعرف تستخدم النظر؟ كيف تعرف تستخدم تعبيرك من خلال نظرك، من خلال عيونك تخلي عيونك معبرة لغة العيون أقوى من لغة الكلمات ممكن بنظرة واحدة تقدر توصلي يلي ما قدرت توصلي بكلمات تقدر تلامح إلى مواضيع كتير تقدر تعبري عن مواضيع كتير فمتل ما منقول أن الحب من النظرة الأولى عرف كيف تستخدميها نقطة الرابعة هي الاهتمام بالمظهر الخارجي الاهتمام بالملابس الاهتمام بالبشرة الاهتمام حتى بنفسك من الداخل أنه أنت تحب حالك أنه أنت تبيني ساعتك بحالك وبدأ نوه لنقطة مهمة أنه رجال بيحب الألوان المرحة مثل اللون الأحمر فاللون الأحمر لون جزاب كتير بالنسبة للغجل ممكن تكون حقيبة حمرة، ممكن تكون فستان أحمر ممكن يكون لون أضافر أحمر أو لون طلاء أضافر أحمر أهم شيء تنتبهي أنه ملابسك مش بس على الموضة أهم شيء أنه تكون ملابسك بتلاقي عليك بتلاقي على حجمك، على طولك أهم شيء يكون الميك أب مناسب لإليك ما يكون أفر مناسب مع المناسب اللي أنتو طالعين له مثلا الميك أب للسهرة غير الميك أب للمطعم غير الميك أب إذا هو أجل عندك على البيت ممكن أو إذا أنت رحت لعنده على البيت وأنه يكونوا ملابسك ومظهرك مناسب للمناسبة أو للحدث اللي أنت عم تخضريه أو المناسب اللي أنت رايحتي له وهون ما فينا ننسى أبدا الرائحة ريحة البرفان الحلوة ريحة البرفان المناسبة لإليك اللي بتلبق لك اللي بتعكس شخصيتك لأنه الريحة هي أكتر شي بتعلق بالزاكرة أكتر شي بتحفر وبيتذكر للإنسان ياما بنتذكر أشخاص بس من ريحتهم بس من اهتمامهم بحالهم بيكونوا هن مثال للاهتمام بالذات أكيد مش بس عم نحكي عن البرفان ولا عم نحكي عن الروائح ولا عم نحكي عن اللوشن بس عم نحكي هون عن كمان نظافة الشخصية أن تكون مهتمة بنظافة بشرتك إذا أنت عندك ممكن حبوب بالبشرة أنك تكون عم تعالجيها والنقطة الخامسة وعلى عكس ما سمعت أن الرجال بينجذب للمرأة المتكبرة المتصنعة يلي كتير بتتقل نفسها ويلي كتير عندك برياء على العكس تماما الرجل بينجذب للمرأة المتواضعة يلي عنده حس الفكاهة يلي بتعرف تقول نكتي يلي مرحة بين أصدقائه يلي بتتمنى الخير لغيرها لأنه ما فينا ننسى أن الرجال بينجذب للمرأة اللي عندها نوية سليمة تيجيها الأشخاص من حوالي وتيجيها الأشخاص من حوالي حتى أنه تكون بتحب أهله لأنه إذا حبت أهله يعني حتحب أهله أنه تكون بتحب رفقاتها لأنه إذا حبت رفقاتها فهتحب رفقاته فهيكون تواجده سليس وهذا الشيء اللي بيقربه أكتر منه أنه تكون سهلة التعامل بس بنفس الوقت صعبة الوصول يعني ما تكون كتير متوفرة لأقلو بس لما بده يوصلها أو لما يتعامل معها تكون سهلة التعامل وتكون واضحة بالتعامل وواضحة أنه هي شو بده من هاي دي العلاقة فكتير ينجذب الرجل للمرأة العفوية اللي عندها عفوية فما تنسي تحافظ على عفويتك لأنه هي أكتر شي بيخليك تكوني مميزة وما تنسوا تكتبولي رأيكم بالتعليقات وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب للقناة حتي يصلكم كل جديدة ترجمة نانسي قنقر